بسم الله الرحمن الرحيم هذا كان وعد من الله تبارك وتعالى لموسى وموسى عليه السلام قبل هذا الوعد فواعد هنا يأتي بمعنى وعده خليش جاب بصيغة المفاعلة باعتبار أن هذا الواعد يتضمن الأخذ والعطاء فكأنه مواعد بين الطرفين فلذا جئ بصيغة المفاعلة وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة يعني اجعلنا له موعدا أن يأتي إلى الطور ليستلم التوراة التي فيها أحكام الله تبارك وتعالى وفيها تنظيم أمور بني إسرائيل وهو من أعظم نعم الله تبارك وتعالى سؤال في هذه الآية الله يقول أربعين ليلة في آية أخرى يقول ثلاثين ليلة ووعدنا موسى ثلاثين ليلة لما هذا الاختلاف الجواب لا منافاة بين الآيتين هذه الآية تجمع بين الوعدين الوعد الأولي وتمديد هذا الوعد بوعد آخر تلك الآية تتحدث عن الوعد الأول لأن الله تبارك وتعالى وعد موسى أولا ثلاثين ليلة بعديا مدد وأضاف إليه عشرا وربما أحد أسباب ذلك امتحان بني إسرائيل ولما طالت المدة بنوا إسرائيل زعموا أنه مات فاتخذوا العجل ثم اتخذتم العجل يعني عبدتموه من بعده يعني من بعد ذهاب موسى إلى الطور وغيبته فإنهم بعدما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه صنعوا عجلا من ذهب وجعلوه إله لهم وسجدوا له فقابلوا نعم الله عليهم بالكفران وعبادة العجل وأنتم ظالمون هذه جملة حالية يعني أنتم بهذا الفعل الذي صدر منكم ظلمتم أنفسكم السؤال شنو أسباب انحراف بني إسرائيل من أسباب انحراف بني إسرائيل الأسباب الغيبية ما ذكر في هذه الرواية أن العجل تحدث مع النبي موسى وقال له يا موسى بن عمران ما خذ لهؤلاء بعبادتي واتخاذي إلها إلا بتهاونهم بالصلاة على محمد وآله الطيبين وجحودهم بموالاتهم ونبوة النبي ووصية الوصي حتى أداهم إلى أن اتخذوني إلها ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم عبادتكم للعجل قبلنا توبتكم من بعد هذه الجريمة وهي اتخاذ العجل وعبادته لعلكم تشكرون لأن العافو عن مثل هذا الإجرام نعمة كبرى تستحق الشكر لعلكم تشكرون نعمنا عليكم فتعملوا بأوامرنا وفي الحديث الشريف عن الإمام العسكرية عليه السلام وإنما عفى الله عز وجل عنهم لأنهم دعوا الله بمحمد وآله الطيبين وجددوا على أنفسهم الولاية لمحمد وعلي وآلهما الطاهرين فعند ذلك رحمهم الله وعفو عنهم ثم في هذا الحديث الشريف الله تبارك وتعالى يذكر بني إسرائيل في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله لحيث يقول فإذا كان الله تعالى إنما خذل عبدة العجل لتهاونهم بالصلاة على محمد ووصيه علي فما تخافون من الخذلان الأكبر في معاندتكم لمحمد وعلي وقد شاهدتموهما وتبينتم آياتهما ودلائلهما ثم قال الله عز وجل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون أي عفونا عن أوائلكم عبادتهم العجل لعلكم يا أيها الكائنون في عصر محمد من بني إسرائيل تشكرون تلك النعمة على أسلافكم وعليكم بعدهم هذه أيضا نعمتان من النعمة التي منحهم الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل نعمة إنزال التوراة للهداية ونعمة قبول التوبة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين